شابتر 4 الفصل الرابع Chemical Bonds الرابطة الكيميائية المحاضرة التانية والLewis Structure Lewis Structure او قاعدة السومانيات Lewis كان عالم كيميائي مشهور العالم ده اقترح قاعدة علشان خاطر نفهم الالكترونات المحاطة بكل زرة بعد الرابط بتوصل للرقم كام Lewis قال ان الاتومز كل الزرات عن طريق المشاركة الالكترونية عشان تكون رابط يبقى هي بتكون رابط عن طريق المشاركة الالكترونية هي بتعمل كده ليه؟ علشان توصل للستيبل Noble Gas Structure هنعارفين ان Noble Gas Structure ده اخر كولم موجود في الجدول الدوري وهو الغازات الخاملة وعارفين ان مدارها الاخير دائما ممتلئ بالالكترونات علشان كده هم سموها خاملة يعني لا تتفاعل ولا تدخل فيه تفاعلات طيب يبقى الهدف الرئيسي من قاعدة السومانيات هي توضيح ان كل اتوم بتدخل في تفاعل نفسها توصل او عايزة توصل للتركيب Noble Gas عايزة توصل للتركيب السابت بتاع الغازات الخاملة او الغازات النبيلة ناخد مثال الماء على سبيل المثال جزء المية اللي هو زرتين هيدروجين وزرة اكسجين هما تركبهم السوماني عامل ازاي ادي زرة الاكسجين حواليها ستة الكترونات نعدهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة الكترونات ومشاركة مع الهيدروجين بالكترونين كمان ادي إلكترون من الهيدروجين وادي إلكترون من الهيدروجين هل هي كده وصلت لقاعدة السومانيات تعالا نعد هي كان فيها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة دلوقتي بعد ما عملت مشاركة مع زرتين هيدروجين بقى فيها كام بقى فيها كمان الكترونين زيادة 대� 앉اء الثتة بقى وصلت للتمانية في المدار الاخير وده تركيب أقرب غاز خامل لزرة الأكسجين طيب زرة الهيدروجين هل وصلت لقعدة سمنات هل اكتمل المدار الأخير بتاعها؟ أيوة اكتمل المدار الأخير بتاعها عن طريق المشاركة دي الهيدروجين أقرب تركيب غاز خامل لها هو الهيليم والهيليم فيه إلكترونين بس في المدار الأخير يبقى الهيدروجين اكتمل المدار الأخير بتاعه والأكسجين كمان اكتمل المدار الأخير بتاعه تعال نشوف الهايدروجين عندوش غير إلكترون واحد في أول أوربيتال يعني ما عندوش غير إلكترون واحد الأكسوجين يبقى الإلكترونات بتاعة المدار الأخير عددهم 6 إلكترونات المدار الأخير عددهم 1 الـ 6 عايزة توصل إلى الثمانية والواحد عايزة يوصل إلى الثنين وده مش هتحقق غير لما نعمل تو بوند بير ربطتين وتو لون بير على زرة الأكسوجين البوند بير دي الإلكترونات بتاعة الربطة بوند يعني ربطة وبير يعني زوج يعني زوج إلكترونات الربطة طيب عندنا نوع تاني من أزواج الإلكترونات أيوة اللون بير اللون يعني الإلكترونات الموجودة في حالة مفردة يعني اللي ما عملتش ربطة ناخد مثال تاني وان بوند بير بالمناسبة وان بوند بير معناها وان سينجل إلكترون يعني كل الإلكترونين بيعملوا لي ربطة كيميائية واحدة طيب ناخد مثال تاني جزء غاز أنا شادر NH3 النيتروجين في المدار الأخير عنده كم إلكترون؟ عنده خمسة آدي الهيدروجين عنده إلكترون واحد بس في المدار الأخير وعشان نطبق عليه نظرية السومانيات لازم نوصلهم اتنين وي النيتروجين لتركيب وان ستو تو استو تو بي سري عشان نوصله للمدار الأخير هو عنده خمسة في مداره الأخير عشان نوصله لنظرية السومانيات لازم نكمله لتمانية يبقى هو نقصه كده ثلاثة إلكترونات يبقى النيتروجين مع الهيدروجين عشان يوصله هما الاتنين لقاعدة السومانيات بنقول إن النيتروجين محتاج يعمل ثلاثة روابط مع الهيدروجين آدي ربطة آدي التانية آدي التالتة لو عدينا دلوقتي عدد الإلكترونات على زرة النيتروجين هنلاقيها بقى الثمانية وعدد الإلكترونات على كل زرة هيدروجين هنلاقيها تنين يبقى هما الاتنين وصلوا لتركيب أقرب غاز خامل ليهم عندنا في الأمونيا جزئ الأمونيا أو جزئ غاز النشادر زرقار سري بوند بير عندي ثلاث روابط واحد اتنين ثلاثة وعندنا وان لون بير اللي هو زوج الإلكترونات المزدوج الغير داخل في أي تفاعل وزي ما احنا عارفين وان بوند بير مينز وان سنجل إلكترون كل بوند بير اتكون ربطة كيميائية واحدة